بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نستكمل منهاج الصف السادس الدرس السادس والعشرون بعنوان صيام التطوى خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الحياة وجعله مهمتان رئيسيتان واحد الاستهلاف في هذه الأرض وبناؤها وعمارتها بما يحقق وجوده على هذه الأرض اثنين عبادة الله سبحانه وتعالى فكان من هذه العبادات ما هو فرض على المسلم ومنه ما كان مستحب وسنة الفرض كصيام شهر رمضان والصلوات الخمس كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والزكاة لمن امتلك المال وسوف نتحدث عن الزكاة في دروس قادمة وغيرها من الأمور حيث يتلتب على من ترك هذه الأمور الإثم والمعصية من الله سبحانه وتعالى فمن ترك صيام شهر رمضان يعتبر آثم عند الله سبحانه وتعالى لأنه ترك فرض من فروض الإسلام ومن الأمور أيضا أمور يستحب القيام فيها فهي أمور تطوى يؤديها المسلم من باب كسب الأجر والثواب وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى ليرتفع في مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأعمال قيام الليل والصدقة والعمرة وأيضا صيام التطوى الذي سنتحدث عنه اليوم فصيام التطوى نبدأ بالعنوان الصيام بمعنى هو الامتناء عن الطعام والشرب منذ طروع الفجر إلى غروب الشمس أما بمعنى تطوى بمعنى أن تكون أداء هذه الأعمال وأداء هذا الصيام أن يكون زائدا عن أعماله المفروضة فصيام التطوى هي أيام حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على صيامها تطوعا غير أيام شهر رمضان نبتغي فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى ونتقرب فيها إلى الله ليرتفع مكانتنا ومنزلتنا عند الله سبحانه وتعالى إذن صيام التطوى هي أيام حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على صيامها تطوعا غير أيام شهر رمضان نبتغي فيها وهدفنا من أداء هذه الأيام هي طلبا للأجر والثواب وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أجر من صام يوما في سبيل الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة بمعنى سبعين سنة فهذا هو أجر من يقوم على الصيام التطوع غير أيام شهر رمضان بأن يباعد الله ما بينه وما بين النار سبعين خريفة وهناك من الأيام التي يستحب الصيام فيها وأيام ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام عن أداء أو الصيام في هذه الأيام من الأيام التي يستحب الصيام فيها الأيام البيض ستة أيام من شهر شوال يوم عاش وراء والاثنين والخميس من كل أسبوع ويوم عرفة لغير الحاج ونتحدث عن كل واحدة منهم ومن الأيام التي يستحب الصيام فيها الأيام البيض الأيام البيض هي الأيام الثالث عشر والرابع العشر والخامس عشر من كل شهر هجري وسميت بذلك لأن القمر يكون فيها بدرا وتكون السماء أكثر ما تكون مضاء بذلك القمر البدر وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عبد الله بن عمر بن العاصد رضي الله عنه ما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشرة أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فقد بين من كتل هذا الحديث استحباب الرسول لصيام هذه الأيام البيض وهي كما قلنا من كل شهر هجري الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والتي صادفت في شهرنا هذا السادس والسابع والثامن من شهر أربعة لألفين وعشرين ومن الأيام التي استحب صيامها أيضا ستة أيام من شهر شوال وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث استحباب الصيام هذه ستة أيام من شهر شوال وهو الشهر الذي يتبع شهر رمضان ولنا أن نصوم هذه الستة متتابعة أو متفرقة على حسب قدرة المسلم بعد انتهاء شهر رمضان وأيضا من الأيام التي استحب صيامها يوم عاشراء لحديث عبد الله بن عباس صلى الله عنه ما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه فقد دل ذلك على استحباب الرسول لصيام هذا اليوم لأن هذا اليوم يوم عاشراء وهو الموافق العاشر من محرم هو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى به موسى عليه السلام وقومه من فرعون ولنا أن ننصوما يوما قبله ويوما بعده لعدم التشبه باليهود والاثنين والخميس من كل اسبوع هي أيضا من الأيام التي يستحب صيامها أمالنا جميعا ترفع في هذين اليومين من الاسبوع الاثنين والخميس فما أجمل أن ترفع هذه الأعمال ونحن في طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى ومن هذه الأيام اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يعرف بيوم عرفة وهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفة لكن المسلم الذي لم يكتب الله له في ذلك اليوم أداء هذا الفرض وهو الحج له أن يصوم هذا اليوم استشعارا لعظمة الله سبحانه وتعالى ولشعائر الله سبحانه وتعالى وذلك بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال سيوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها فيكفر الله سبحانه وتعالى للصائم ليوم عرفة السنة التي قبلها والسنة التي بعدها ويوجد أيضا أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام التطوع فيها وهي أول يوم من عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة للحاج يوم أول يوم من أيام عيد الفطر والأضحى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في يوم العيد يوم عيد الفطر وعيد الأضحى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر لأن ذلك هو يوم فرح للمسلمين لإنقضاء الفريضة فيجب لهم في هذا اليوم أن يفطروا وأن لا يقوموا على الصيام في هذا اليوم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن صيام أيام التشريق وأيام التشريق هي ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم من أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للشهر ذي الحجة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في هذه الأيام ومن الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها هو يوم عرفة للحاج قلنا فيما سبق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استحب الصيام اليوم عرفة لغير الحاج الجالس في منزل واستشعارا لهذا اليوم واستشعارا لشعار الله لكن الحاج الذي يقف على عرفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام في ذلك اليوم لكي يتقوى الحاج على العبادة فالصيام قد يدعف خاصة إذا كان موسم الحاج في فصل الصيف لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة للحاج الذي يقف على جبل عرفة ومما يدل على ذلك بأن الناس في حاجة رسول صلى الله عليه وسلم شكوا في صيامهم فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه نسب أن صيام أو أن لا يستحب الرسول صلى الله عليه وسلم الصيام في ذلك اليوم للحاج وإليكم إجابة الأنشطة أفكر في صفحة 89 في أي شهر يجب أن يصوم المسلم كما نعلم جميعا شهر رمضان 2. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما هل توجد أيام يستحب أن يصومها المسلم زيادة على شهر رمضان؟ نعم يوجد أفكر صفحة 90 ما سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم؟ لأن القمر يكون في هذه الأيام بدلا فتكون السماء مضيئة أختبر معلوماتي صفحة 91 سؤال الأول أوضح المقصود بصيام التطوع صيام التطوع هو أيام غير أيام شهر رمضان حثنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على صيامها طلبا لرضى الله تعالى وتقربا إليه سؤال الثاني أبين فضل صيام التطوع ألف زيادة الأجر والثواب با نيل رضا الله سبحانه وتعالى سؤال الثالث املأ كل شكل مما يأتي باسم يوم من الأيام التي يستحب صيامها وألوينها الاثنين من الأيام التي يستحب صيامها عيد الفطر من الأيام التي لا يستحب صيامها عرفة للحاج من الأيام التي لا يستحب الصيام فيها عيد الأضحى المبارك من الأيام التي لا يستحب الصيام فيها عاشرة من الأيام التي يستحب الصيام فيها التاسع من المحرم وهو يوم معرفة من الأيام التي يستحب الصيام فيها لغير الحاج الأيام البيض هي من الأيام التي يستحب الصيام فيها ستة أيام من شهر شوال من الأيام التي يستحب الصيام فيها والخميس هو أيضا من الأيام التي يستحب الصيام فيها السؤال الثالث علل ألف استحباب صوم يوم عاش وراء في الإسلام لأنه اليوم الذي نجى فيه الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام من فرعون بام النهي عن الصوم أول يوم من العيد لأنه يوم فرح المسلمين لإنقضاء الفريضة جيم نهي الحاج عن صوم يوم عرفة حتى يتقوى الحاج على العبادة فالصيام قد يضعف خاصة إن كان موسم الحج في فصل الصيف اشتركوا في القناة